اهلي اللي انت بتحبه بيلزمك بدأ اذا كنت مليش سلطة عليك اه بتسألوا عايزة انتمل الاهلي انتزم باللي انت بتسمعه انت مش بتحب الاهلي مجرد كلمة انت بتحب الاهلي التزام بتحب الاهلي اتساق مع مبادئه وانضباط مع قيمته ورسالته ده دستور الاهلي او دي لايحة النظام الاساسي للنادي بتقولك يحافظ النادي واعضائه وادارته وجمهوره على ثوابته التي رسخوها مش والدة النهاردة ده 113 سنة وحافظوا عليها منذ تأسيسه واهمها ان النادي هو النادي الوطنية بصريح العبارة والالزام النادي الاهلي هو النادي الوطنية والمبادئ وان المحافظة على مبادئه وقيمه هي التي صنعت انجازاته وبطولاته حتى توجه نادي القرن النادي الاهلي مش عظيم عشان بيكسب بيكسب عشان عظيم عشان عظيم دي الترجمة وهي دي العظمة الترجمة القيعية لان هي بتاعت منها لا لا يعني انا سيبها بتاعتني لكن هي بتجسد المعنى ده بالزبط العظمة سر التفوق وتصدر فانت فخور بالاهلي وانت عندك هذا الزهو بالاهلي ومكانته وبطولاته اعرف ان كل هذه البطولات ما كانت لتتحقق لولا التزام الاهلي بضوابته بقيمه بتقاليده برسالته في خدمة وطنه ودي نقطة مهمة جدا بيقول نص لالالالا